في ظل أزمات كبيرة تتعلق بالطاقة والغذاء واستعالم تموج فيه التحديات وتعصف به الأنواء وتتشكل فيه التحالفات تجمع مصر ومختلفة الدول العربية علاقات ممتدة تتسم بالاحترام المتبادل والتقدير للجهود المصرية ومكانتها الدولية لكن علاقات مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية تخطت ذلك حيث تتطور بشكل واضح فيما تشهده جميع المجالات الاقتصادية والتجارية الاستثمارية من تقدم متميز في إطار اللجنة العليا التي تعقد بالتناوب بين البلدين اللقاءات المتبادلة بين البلدين تعكس متنة العلاقات ويعززها توقيع بروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم كان آخرها إثنتي عشرة اتفاقية خلال أعمال الدورة الحادية والثلاثين لللجنة العليا المشتركة في عمان تبادل وجهات النظر بين مصر والأردن في كافة القضايا تنطلق دوما من ذات الهدف إلى إيجاد حلول للأزمات المحيطة نظرا للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة أبرزها التوافق في الرؤى والدعم الكامل للقضية الفلسطينية دعم لم يتوقف يوما عن السعي للتواصل إلى حل عادل وشامل للقضية أصدى الجهود الدؤوبة لتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتضية للفلسطينيين إلى جانب جهود إتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية ورغم التاريخ الطويل والسجل للحافل العلاقات المتميزة بين البلدين لكن ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد شهدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين شقيقين تقاربا أكبر جعلها أكثر قوة وإشراقا خاصة في ظل التقارب في الموقف الرسمي بين قيادة البلدين ما يحقق قدرا من الاستقرار الإقليمي في مواجهة تحديات العالم الجديد ترجمة نانسي قنقر